السلام عليكم الأخوات كيف ديري؟ لبس عليكم أحوالكم طيبين إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا هذا الفيديو من الأول إلى الأخير مرحبا بكم في قناتي قناة أم إسراء سهل وسريل اليوم بحول الله وقوته سنشارك معكم بعض الموديلات تركيا الأصلية فقط باش نوصل لبعض الأخوات أنه يعني كين بعض المعامل هنا في المغرب يعني كيقلدو يعني كيخيطو دوزيام أو لموديلات نفسها ومع الأسف كيني جروبات مغربية في الدار البيضاء كيحطو يعني صور أصلية يعني الأوريجينال ديال تركيا وكيجيبو يعني وكيصنعو أو لا كيقلدو هذا الموديل ولكن مع الأسف لكيلي تديالو كتكون يعني نقصة بثاف أو لما كتشبهش الموديل لأصلي تماماً وراه بينا غير من الأتمينة أخواتي الغاليات كينبعد يعني الموديلات اللي أنا شخصياً كنجيبهم بـ 360 درهم وهو ما كيبيعوها بالتقصيد 250 درهم يعني رابينا غير من الثامن ديالهم أنهم ماشي أصليين وماشي ديال تركيا بالنسبة الأخوات اللي كتقول عن لاش المالابي التركيا غالية لأن المالابي التركيا كتتعشر والعشر ديالها غالي يعني كتبقى في الديوانة محتى كتدوس الكنترول وكيخلصوا عليها الضرائب باشاعد كيدخلوها يعني الناس اللي كيشيروها أو التوجر الكبار اللي كيشيروها تمام تركيا ما كيشيروها شبه ثمان باهي جدا ولكن هذا الضربة اللي كيخلصوا عليها يعني في الديوانة هي اللي كتزيد يعني حد ضروري التجير غادي يحيد المصارف ديالشحن غادي يحيد كذلك يعني كل المصارف اللي زادها على ديك البياسة وخلي الربح دياله بطبيعة الحال هذا علش كيوصلونا البياس اللي هنا يعني بتبعا غالي جدا ولكن أخوات الغاليات صرا الجودة رائعة جدا محتش أن الإنسان يسول على الجودة لأن الملابس صراحة يعني في الواقع أحسن من الصورة بكثير وأنا شخصيا بعت فيهم وشريت صراحة ما كتحشمش مع الكليوم إلا أن يعني الثمان كيكون شوية زايد يعني كيشريوه الناس اللي في استطاع ديالهم فقط بالنسبة للأخوات اللي كيشوفوا بعض الموضيلات نفسهم وكيرقاهم بأتمين حسن بعض الأخوات كيقولوا لي شحال ثمان لهذه كيقولهم ثمان ديالها وكيقولوا لي جبرناها في الموقع الفلاني بأقل ثمان وكتقول لي ثمان فهذا الفيديو توضيحي باش كنقولكم هذك رهد يعني ديال كذا ماش ديال تركيا هذا ما كان أخوات الغاليات كان بغي نشكر الأخوات الغاليات المتتبعات العزاز على قلب اللي كيسولوا فيها دائما وكيقولوا علاش مبقش كان ننس الفيديوهات باستمرار لماذا لأن لي يعني لديق الوقت مبقش لدي وقت كتير اللي غالي نضيع في الفيديوهات اللي مع الأسف يعني ما مكنش واحد لإقبال لفيديوهات عادي في حالة شكل يعني كيف كتعرفوا المنشبع ديالنا كتعجبوا الإطارة كتعجبوا شي حاجة يعني خالي وتعرف كتعجبهم شي حاجة هكذا يعني اللي ما قدرش نديرها ما قدرش نبيعوا مبادئ ديالنا باش نجيبوا المشاهدات بالطبع للحال هذا علاش يعني كنشوف أنني غير كنضيع الوقت ديالي مع الفيديوهات هذا علاش ما بقيتش كننزل فيديوهات باستمرار ولكن لكي خليني أنني نطلل بعض المرات لحب ديالي للأخوات الغاليات والعزاز علاق اللي هم كيعرفوا أنني بالسبب ديالهم بقيتك نحط فيديوهات بعض المرات فقط باش نهضر معكم ونتهود معكم أبغيت نقول أحبوكم في الله والسلام عليكم